عقوبات أمريكية جديدة على الملف النووي الإيراني عقوبات موجهة إلى من يساعد طهران في تطوير مفاعل بوشهر النووي كذلك التلويح بفرض عقوبات على إيران إذا نقلت اليوران من مخصب إلى خارج البلاد مؤكدة عدم السماح لطهران بنقل فائض الماء الثقيل المستخدم في المفاعلات النووية إلى الخارج وكانت واشنطن رخصت لكل من بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا العمل على منع الانتشار النووي مع إيران حيث أصبح مسموحا لهذه الدول الحفاظ على مشاريع مصممة لتعقيد مساعي إيران للحصول على سلاح نووي كما كشف مساعد وزير الخارجية كريستوفر فورد أن الإدارة خفضت منح الإعفاءات من مدة 180 يوما إلى 90 يوما من جانبها أعلنت المتحدثة باسم الخارجية مورغان أرتاقوس أن الوزير مايك بومبيو يواصل الاعتقاد أن على إيران أن تبلغ الوكالة الدولية للطاقة النووية وبشكل كامل عن الأبعاد العسكرية لبرنامجها النووي كما جدد بومبيو دعوته لطهران لوجوب وقف التخصيب وعدم السعي إلى إعادة معالية البلوتونيوم وأتعهد بيان الخارجي الأمريكية بمواصلة فرض الضغوط القصوى على النظام الإيراني واستمرار الالتزام بعدم توفير أي مسار لإيران للحصول على السلاح النووي ترجمة نانسي قنقر